كروش نجح في اول حاجة ان هو يضم عدد كبير جدا من كل الاندية عندنا 8 اندية مصرية فيهم لعبين المنتخب ودي الاول مرة على فكرة في بطولة قبل كده يكون ممكن بعض المدربين يجمع ان شاء الله من 10 اندية انما حتت ان يبقى فيه 8 اندية وال8 اندية دورت بيلعب بينهم لعيبة داخل الملعب دي جديدة كنت معاكي اسلام الفترة اللي فاتت وقلت ان كروش مدرب كبير قوي انما بيلعب بالتاكتك بتاعه هو مش تاكتك اللاعبين يعني مش امكانيات اللاعبين اللي موجودين عشان كده اول حاجة جيه لما جيه مصر اول حاجة سأل عليها ان هم يجبوله كل المحترفين اللي برا يعني اي محترف برا يجبوه وكان من ضمنهم مرموش اللي هو قدر يستفاد به لان برا بياخدوا جرعات تدريبية مختلفة عن اللي موجودة هنا وفي نفس الوقت بيبقى عندهم امكانيات غير اللاعبة اللي هنا برضو امكانيات اللي انه يلعب في اكتر من مركز بنفس الاجادة اللي بيلعبها كمان حدة اربعة تلاتة تلاتة قلتلك برضو الكلام ده اسلام في الحلقة اللي كانت مع محمد فاروق قلتله ان الراجل هيقعد يجرب لغاية ما يوصل للشكل اللي هو بيحب يلعب به لو بصت ناحية الشمال هتلاقي محمد شريف احمد رفعت هتلاقي حسين فصل هتلاقي اكتر من حد يعني اكتر من ست سبع لعيبة لعبوا ناحية الشمال اللي احنا عندنا نقص فيها او ما كانش برص في خلال المباراة بعد تصفيات حد بشكل معين فابتدأ يتعمل فيها تجارب المباراة اللي فاتت دي جربت احمد رفعت جربت محمد شريف جربت احسين فصل اللي هو بتده يدخل فيها بشكل وان شاء الله ييجي ترزجيه الفترة اللي جاية ويلعب في الحتة دي فالراجل بيدور على الاجنحة اللي عندها حلول الحلول التهدفية من المهارة الفردية ازاي اللي بيمتاز بها فصل بيمتاز بها صلاح او التحركات السريعة اللي بيمتاز بها لعيبة المحترفين اللي برا اللي هو بيبص على الكرة في اني مكان عشان يقدر يعمل وان تاتش ما يستلمشي ويبتدي يشتغل عندنا مشكلة موجودة في انتخب مصر موجودة في نادي الزمالك موجودة في نادي الآلم موجودة في اغلب الانديت مصر حتة المدافعين اللي ورا اللي دايما بيستلموا الكرة وبتحركوا بيها القدام مئة مرة الواحد بيتكلم في الكلام ده لدرجة كلمت بعض اللاعبين الكبار اللي موجودين وقلت له قلت له بص للعيبة اللي برا اللي بتلعب في اوروبا السردباك لما بياخدوا الكرة وبتقدم بيها خطوطين بيقفل الملعب وبيدائي المساحات وبالتالي بيقف فيه ميس باس كتير المفروض ان السردباكين بتوعنا اذا كان حجازي والوينش ودي بكلم عن الوينش بالزاد فيها ان الوينش كل كرة بياخدها بيعمل فرق وبيحاول يطلع بالكرة خمس ست خطوات لقدام فبيضطر في الاخر ان هو يعملها لونج باس دي بتفقد كرة كتير جدا وبتفقد ميس باس وبتعمل ضغط عليك تاني بسرعة المفروض ان السردباكين دولت بيبتدوا يلعبوا الكرة خطوة واحدة يعني خطوة واحدة علشان يبقى عند الرؤية الكبيرة جدا يقدر يبص يميني يبص شمالي يبص للنص يرجع لورا يعمل لك استحواز ويعمل لك كمان قوة وضغط على الفرق التانية انما لما بتفقد كرة كتير جدا الفرق التانية بتضغط عليك طيب كفترون